سلام بنات الاخوات ديالي الحبوبات ديالي يجيتكم في فيديو جديد الفيديو ديال اليوم هذا نوجد معاكم خيار البحر كما شفتوا معايا هذا هو خيار البحر اللي عندي صراحة خيار البحر مفيد وسحي ونتمنى تعجبكم الوصفة ديالي ديال اليوم وما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراك وبالبرتاج مع الهل والاحباب يشعرون فائدة على الجامعة بسم الله على بركتي الله هذا بغدا ندوزه طريقة تحضير هذا الخيار هذا هذا الخيار البحر سبحان الله نوع من السمك فريد من نوع دياله يعني ما تيكونش متوفر بكثرة هو كيستعملوه الناس غير العيلاج لانه صراحة مفيد البرودة الناس اللي عندهم روماتيز الالم ديال الدهار زي ما كن منقوش لكم وراه صيحي بزاف بزاف وعندو رأغاني بالفوائد وبالبيطامينات عندو بزافة الفوائد بسم الله على بركتي الله جبت الكوكوت حطيت دياليك الحبة دلت عليها القيز ديال ما نستعليها الكوكوت وغنخليها حتى الطيب يعني راه دغيتي طيب فاشغال طيب كتولينا حشك الحمر راس راه دغيتي طيب سبحان الله هاد المخلوق ما عندو لعين لا راس للتشي حاجة سبحان الله المهم كما شفتو معايا هنا راس ديت عليها وطابت كما شفتو معايا غدا نقلبها بالموس سوف يدخل الموس بالزربة راه طابت يعني راه دغيتي الطيب راه ماشي كيت تعطل ولا شي حاجة بالزربة كيوجد معانا هنا على بركتي الله راني شديت وقطعتو طريفات كما شفتو معايا وقطعت لي قبطة ديال معدنوس وقطعت لي ستة الفراع ديال تومة قبطة ديال معدنوس وستة الفراع ديال تومة كما شفتو معايا كما شفتو معايا الأخوات ديالي أنا هاد الوصفة هادي بغيتها علاج لأنه صراحة مفيد بزاف هاد خيار البحر وغني بالبيتامينات لي هادا هاد الوصفة هادي درت هاد الزوج ديالي كي دروا الدهار ديالو مهم هادا نضيفو حاد الراس ديال البصلة هاد الوصفة هادي بصلة خدارية البصلة كتبقى اختيارية بيتو ضيفو طريف ديال البصلة ضيفو بيتو مديرو هاش مديرو هاش المهم هادا ننشالله هاد البصلة هادية وثاني وغدا ندير العطرية بدامكم وكل شيء وخليكم مع الفيديو ومشيوا فيه ونتمنى ان الفيديو هنا لإعجابكم وسمحوا لي شوية على الصوت ديالي راني عيان شوية ها مريضة دكشي علاج وقلت امني طيبت هاد الوصفة هادي وقلت علاش لي ما نشاركها مع الاخوات ديالي باش يستفدو بالنسبة اللي انا نسبق لي وحطيش فيديو ديال خيار البحر بزفت الاخوات سولوني واش في علان خيار البحر مزيان الناس اللي كيتأخر عليهم الانجاب يعني اللي ما كي مثلا كيتأخروا ما كيولدوش إياه خيار البحر كيديروه الناس اللي تيكونو تعطلو يعني تعطلو في الانجاب تيكون مزيان مفيد كالمرأة كالراجل يعني مزيان اللي هم بجوج يعني يياكلوه بجوجهم مش يتاكلو غير المرأة بوحدها ولا يياكلو غير الراجل بوحده لا يلا عجابوه يقيبوه يديرو فيها اكتروا فيه المساخن يديرو فيه شوية غير شوية كامون المساخ الزيت العود الزيت العود أهم شيء يجب أن يأكله ويخرج للبرد يجب أن يأكله لأنه مفيد ويوجد سخون ويجب أن يتم أحبط بالنسبة لي ويجب أن يتم إجابة معلقة هذه السكنجبير المساخ ويجب أن نحاول نحاول نحك معلقة كبيرة سكنجبير فقط ويجب أن هذا الوصفة أحبط الإلاج هذا الوصفة لذلك سوف نضيف سكينجبير. سوف نرجع معكم. وانتمنى اعجبكم الفيديو دي اليوم. وصبارتاجي ومع الهل والاحباب والاصحاب ديالكم. سوف نضيف سكينجبير تري. انا سكينجبير كنشدوها كعرق وكنديروف مجموعة. ووقت ما كنبغي هكا تنحكو. سوف نضيف سكينجبير قليل. صافي كما شفتو. وغدا نضيف عليها زيت العود دروري. ما كنديروش في هاد الوصفة زيت كيسيور. كنديروف فيها غير غير زيت العود. كما شفتو معايا. انا هاد الوصفة هكا غدا نوجدها. وغدا نخليها. حتي يبغي نعس الزوج ديالي حتي يبغي نعس. صافي نعسي تخشف الفراش انها سافي غدا نعسي. عادي مش غدا نعطيها لي هي اكلها وي نعسي. اه ما كيدوه بخوز لتبشي حاجة. كي ياكلوها كاك بالعاشق. سافي ضفتو شوية ديال الملحة. كما شفتو معايا. غدا نزيد شوية ديال. آآ آآ هاكاك اللحم ديالو. انا رفا شفتو اول مرة جاني جاني غريب جاني في شي شكل. رأس بقلي وشاركتو معاكم في الفيديو اللي قبل. كانت كمية كتيرة آآ هاد المرة غير غير حبة وحدة. يعني هاد شي اللي قدرنا لقاو. آآ راجل كي يوصيها كوحد سيد صاحبو هاكا تي سيدو. ومني تيكون دارو يوصيها كي يجيب ليه شي شي وحيدة. لانا هو تيكون وحد تامان غالي. يعني ما نكذبش لكم نقول لكم اللارة اني كن شريه هادي. إلا. يعني ما مش ريته مش ريناش. المهم كي مش فتور لانها غالي. كي مش فتو درس مع هادا قطريف ديال الحامض. سافي يدكو جوجع واشقات ديال زيت العود. سافي غدا نديه نجيبوه مزيان في هاد العقرية اللي دلت لي وهد زيت العود. ولحت واحد واحد القبيسة ديال ديال المساخن. درس انا غير مع القاة صغيرة. آآ نسحب راسي كنصور ولكن الكاميرا كنت تعافيها. زيت واحد المعين قا ديال المساخن. سافي. كي ما شفتو ده بغدا نحرك مزيان. سافي رها دغية كتو جدا غير ما كت تشرم اللينا ديك البصلة كتنزل. وكينزل لنا ذاك المعدنوس. وما تديرو شرق صبر. تديرو المعدنوس. وتقدروا تديرو تلك رافس اللي كان عندكم. انا الكرافس ما واجدت عندي. در تغير معدنوس وبصيلة. سافي والتومة. كي ما شفتو راني در تستطلفسوس ديال التومة. سافي دابا لها الوصفة ديالنا. قربات توجد راه دغية كي يوجد. لانه راس لقناه من قبل يعني راه طائب. وهنا الحبو بس ديالي الاخوات ديالي هالوصفة ديالي كي ما شفتوها هي وجدات هاد الوصفة هادي. انا هنا محطيتها لف تبصيل لوالو. حي ما زال. غدا نغطيها. وغنخليها. حتي بغين عس الزوج ديالي. وعاد غدي نحطها اللي في تبصيل. وغدارو خصني نعود نسخنها. عاد وش غنحطها اللي كي ما شفتو معنا. ديال الوصفة اللي شاركت معاكم. اه خيار البحر. ونتمنى انكم تتجربوا. ووراهم زيال الناس اللي تكونوا عندهم الروماتيز وعندهم الآلم ديال الظهار ولا البرودة ولا الناس اللي كيتأخروا على الانجاب ولا لانه صراحة هو راه موفيد كما قلت لكم. انا تقدروا الدخلوه تديروا لي بحث يعني في بحث في جوجل ورغد تلقاوا الفوائد ديال خيار البحر لانه واحد آآ آآ نادر يعني مشي موجود انك تمشي للسوق. اتقولي خيار البحر غتمشي للسوق اتلقي. الا يعني وقيني الناس اللي مختصين بالصيد دياله كتوصيهم عليه وهو مك يجيبوه لك صراحة سبحان الله يعني فريد من نوع دياله ونتمنى يعجبكم الفيديو ديالي ديال اليومه وما تبخلوش عليا باللايك وبالدعم وبالاشتراك هاد الفيديو هادا اللي شاركتوا اليوم كانت طالب العديد ديال اخوات سولوني على الفوائد ديال خيار البحر وش فعلا تستحف خيار البحر كين وش فعلا آآ مفيد الانجاب لهذا شاركتوا معاكم فعلا الناس اللي كيت تعطلو الانجاب آآ تيدلو هادا هادا خيار البحر كياكلوه ونتمنى يعجبكم الفيديو ديالي ديال اليومه وما تبخلوش عليا بالدعم وباللايك ونخليكم الى فيديو آخر بإذن الله استوديعكم الله لدي لا تضيعوا وداعيه الى فيديو آخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة